أهلا بكم عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل الثامنة والعشرين ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكيات الدولة بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب ودع الخبراء خلال الورشة بزيادة مساحات الغابات الشجرية اعتمادا على مشروعات معالجة مياه الصرف الثنائية والثلاثية باعتبار ذلك العامل الأهم لدعم صناعة الأثاث بتوفير مستلزمات الانتاج تبدأ الحكومة صرف الزيادة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية بواقع 37 مليون مواطن من المستفيدين بالبطاقة التموينية كما حددت الحكومة وآلية صرف كمية السلع لكل أسرة بقيمة الزيادة الشهرية والمحددة بمئة جنيه للبطاقة المدرج عليها أسرة واحدة وصولا لثلاثمائة جنيه للبطاقة المدرج عليها أكثر من ثلاث أسر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية تبدأ الحكومة صرف الزيادة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية بواقع 37 مليون مواطن من المستفيدين بالبطاقة التموينية باعتبارها الأسر الأكثر استحقاقا للدعم وذلك بداية من شهر سبتمبر المقبل ولمدة ستة أشهر تم توفير جميع السلع منظومة التموينية على المنظومة الجديدة 29 سلع أربع سلع من ضافة خلال ذلك الشهر التونة والمربة والديق والطحينة الضافة على المجموعة الـ 25 بيئت 29 سلع متواجدين في المنظومة التموينية جميع السلع متوفرة بكميات وفيرة بيتم استعادة يومية للمباق من اليوم سيبدأ صرف المنظومة التموينية لشهر سبتمبر للتجار التموينيين طبعا بالنسبة للمستهلك بيبتد صرف المنظومة التموينية الخاصة به من يوم 1-9 التأكد من وجود السلع التموينية اللي هو صرفها أصلا من فرع الجملة مثلا هنشوف الصلاحية الخاصة بالسلع اللي هو أصلا موجودة في الداخل المنفذ بنشوف جودة السلع بنشوف أن هو أصلا في تعامله مع المواطن هو ملتزم حتى بالمبلغ للمواطن مستحقه في الصرف هو فعلا بيدي المبلغ الزيادة بتاع القيمة الزيادة اللي هي زادت على المقارات التموينية الحكومة وحددت كمية السلع لكل أسرة بزيادة الشهرية والمحددة بمائة جنيه للبطاقة المدرج عليها أسرة واحدة وصولا لثلاثمائة جنيه للبطاقة المدرج عليها أكثر من ثلاث أسر وذلك بعد قرار الحكومة بصرف زيادة في صورة سلع تموينية وليس دعما نقديا طبعا بتوجهات من فخمت الرئيس عبد الفتاح السيسي عملنا الحزمة الاجتماعية الإضافية هو أمر بعمل حزمة اجتماعية إضافية مجنيه ومتين جنيه وثلاثمين جنيه لأصحاب البطاقات التموينية اللي هم المستحقين لزيادة الدعم لمدة ست شهور عبارة عن إيه؟ عبارة عن ميت جنيه للأسرة الوحيدة في البطاقة أو ميتين جنيه للأسرتين للأسرتين والثلاث أسرة وثلاثمائة جنيه ما زاد عن ثلاث أسرة بالنسبة للزيادة الزيادة حضرتك هي هتيجي حسب قرار معالي الرئيس تمام ميت جنيه للأسرة الوحدة وميتين للأسرتين لو في البطاقة وثلاثمائة جنيه لو في ثلاث أسرة في البطاقة هيتم الصرفها تمام لو مثلا بطاقة سي فرض واحد تسعة واربعين خمسين جنيه تمام هيجيلها مين جنيه مثلا زيادة هياخد الزيت والسكر تمام وباقي الدعم هياخده من باقي السلعة لمنظومة التامنية إجراءات تتخذ تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وفي إطار برنامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية في سوق المال تباينت مؤشرات البرصة المصرية بنهاية التعاملات مع تجاه المستثمرين المصريين نحو شراء مقابلة مبيعات للعرب والأجانب سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة داخل المقصورة ستمائة وتسعة وثمانين وسبعة من عشر مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو ثنين وواحد من عشر مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي أكس ثيرتي عند مستوى عشرة ألاف ومائتين وسبع وثمانين نقطة تراجع بنسبة واحد وستة من مائة بالمائة لغلق عند مستوى عشرة ألاف ومائة وثمانين وسبعين نقطة وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس سيفنتي عند مستوى الفين ومائتين وعشر نقاط وارتفع بنسبة اثنين وستين من مائة بالمائة لغلق عند مستوى الفين ومائتين واربع وعشرين نقطة كما فتح مؤشر إي جي أكس هوندرد عند مستوى ثلاثة ألاف ومائة وإحدى وسبعين نقطة ليرتفع بنسبة ستة وثلاثين من مائة بالمائة لغلق عند مستوى ثلاثة ألاف ومائة وثلاث وثمانين نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري يسجل الدولار الأمريكي تسعة عشر وثلاثة عشر من مائة للشراء وتسعة عشر واربع وعشرين من مائة جنيها للبيع بالنسبة لليورو وصل إلى تسعة عشر وخمسة من مائة تسعة عشر وسبعة عشر من مائة الجنيه الإسرليني اثنين وعشر وسبعة واربعين من مائة اثنين وعشر وستين من مائة الدرهم الإماراتي خمسة وعشر من مائة خمسة واربع وشر من مائة أخيرا أريال السعدي خمسة وتسعة من مائة خمسة واتنين عشر من مائة قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داكسو إنه من المفترض أن يساعد ضعف العملة الوطنية اقتصاد البلاد مضيفا أنه يتوقع تجديد السياسة النقدية بشكل أبطأ وأقل من الولايات المتحدة من جانبه ذكر البنك المركزي بكوريا الجنوبية أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع حتى يتراجع التضخم مضيفا أنه لن يكون بوسعه على الأرجح التوقف عن تشديد سياسته النقدية قبل أن يقوم مجلسه الاحتياطي للتحادي بذلك نهاية الأخبار الاقتصادية عودة من جديد إلى ريهام ديبو محمد عبدو إليكم شكرا رغضا